يرجى الانتباح على بعض أنواع الشخصيات ويرجى الانتباح على كيفية تعبير هذه الشخصيات جاتني فتاة آخر العشرينات متزوجة وعندها أطفال مواقل من اثنين ألاحظ أن الفتاة وايد تعبيرها دراماتيكي اختيارها للكلمات مبالغ فيه هذه المبالغة تعطينا معشر عن نوعية الشخصية شكواها كانت من زوجها زوجي مقصر معاي ما يهتم فيني ماذا يعني ما يهتم فيه ممكن أفهم والتفاصيل تكشف مثل هالنوع من الشخصيات لا تيين تقول لي أنا مظلومة نقطة ممكن تشرحين لي شوني يعني مظلومة يمكن تكونين ظالمة شلوم مهملك كلها بالدوام شون تاكلون تشربون مو هو رب الأسرة اي كلها بالدوام ماكو شي اسم كلها بالدوام يعني اليوم فيه 24 ساعة 8 ساعات نوم يبقى 16 ساعة 8 ساعات عمل يبقى 8 ساعات شلون كلها بالدوام ممكن أفهم أنا بعددش بالتفاصيل لا يعني دوام بعدين يرجع يرتاح ينام وبعدين يقعد يلعب بالتليفون زوجين انت شوني قاعد تسوي أنا مو قاعد أسوي شي أنا بي أصالف معاه ما يبي أصالف معاي أنا أصالف معاي قول لي أنت يوايد حنانة الحين الشخصية هذه هي عندها ميول للحنة بس يعتمد على نوع الموضوع يعني ممكن تعطيني مثال اختي عن آخر فترة شلون كان يهملك وشلون كان ما يتكلم معاك اي يعني آخر مرة أنا قاعد أقول له أثاث البيت لازم يتغير هذه مو سوالف لحظة لحظة استوب استوب اختي هذه مو سوالف هذه طلبات زي ليش ما يعطيني وي ماشي الريال عندك كالكوليتر داخل مخة ليش تبتغيرين الديكور يعني هذا أول شي هذا ما يعتبر سوالف الديكور مو عاجبني ممتاز رقم واحد هذا ما يعتبر سوالف هذا يعتبر طلب وهذا النوع من الطلبات يعني لا حسبة مادية وقد يكون حسبة ذوقية بناء على شخصية هذه الإنسانة أنا أدري أنها بتغير الديكور علشان إرضاء الآخرين أدري أن الديكور ما فيه شي مسعر بس لأن الشخصية الدراماتيكية شخصية هستيرية شخصية تهتم لإرضاء الآخرين تهتم بنظرة الآخرين لها ممتاز شي قولك لما تقولي إلا أنا أغير الديكور يقول لي لا وما ديكورنا ما فيه شي وبيتنا ما فيه شي البيت ضيج البيت ضيج ما أقدر أتحرك فيه ما أقدر أروح مكان تعبر بهذه الطريقة أنا أورريك تفتح التليفون وتوريني تفتح 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 لإثبات تفتح البيت قلت لها قلت لها طبيعي طبيعي يعني شي عادي بل أنه أكثر من العادي أنا أغتح أغتح لقد تزورون أحد هذه الأيام تقول لي لا أنا أصلا أخواتي وإحنا كلنا يعني قراب على بعض ما أدري أدقاء يعني قاعد تزورون أين تزور شفتي اختش مغيرة ديكور فان حرجت شوي إي اختش مغيرة ديكور ديكور هي حلو أجماعة الشخصية الهستيرية عندها استعداد عالي للتأثر بالآخرين وعندها راغب يعني عندها لفت الانتباه هو رقم واحد في الحياة مو مهم شلون المهم أن نلفت الانتباه بأي كانت الطريقة وعندها مبالغة في الوصف بالمشاعر وقاعد أركز على المبالغة بالوصف بالمشاعر عشان أوضح لكم شنو هي قاعد تسوي وليش زوجها ما قاعد يسولف معاها وهو قليل الاحتكاك فيها لأن هذه الزوجة زوجة مزعجة جدا بحاجة إلى علاج وبالفعل هذا اللي تم يعني قاعد تطلع مبالغتها في التعبير عن المشاعر مع أبنائها اللي أكبر واحد فيهم يمكن يمكن خمس سنين طريقة تعاملها مع هذول الأبناء كأنها طريقة تعامل رجل آلي كأنها تتعامل مع رجل آلي بلا مشاعر لازم توقف أنت بهذه الطريقة وتعاقب بنتها ذات السنتين تحط ها في الزاوية إذا سوت خطأ يعني هذه الطفلة تعرفون في بعض الأنواع العقاب اللي تقعد بالزاوية وما تتكلم من عقاب تقعد خمس دقايق ما تتحرك في الزاوية سنتين أنا أسأل نفسي شنو اللي يخلي البنت ذات السنتين أنها تسمع الكلام وتقعد لأن كلنا نعرف أن الطفل والسنتين والثلاث سنوات طفل حركي وطفل ما يريد على أحد ما يسمع الكلام ولو سمع الكلام يسمع الكلام شوي بعدين يروح يلعب هالصوب ويلعب هالصوب ها طبيعة مرحلة الطفولة أصلا فشلون طفل عمره سنتين أنا أقدر ألزم أنه يقعد خمس دقائق ما يتحرك وبزاوية فتلقائي أفهم أنه في طريقة مخيفة يتتم ممارستها مع هذا الطفل ذو السنتين من الذي يمارس هذه الطريقة المخيفة في الغالب هذه الأم الهستيرية المبالغة في التعبير عن المشاعر ليش الأم الهستيرية تمارس هذا الأسلوب مع أبنائها ليش لأن أهي عندها اعتقاد أن لازم أنا أطلع أبنائي في أحسن صورة بنات فلانة أهما أحسن أخلاق أولاد فلانة أهما أحسن تربية فقعد تستخدم أقوى ما عندها للتحكم بتصرفات الأبناء من ضمن الجلسات ياتني في أحد الجلسات كان تكلمني عن ولدها يهما أربع خمس سنين لا أكثر يمكن ست سنين أن والدي قال لي أنا كلمة قوية والله أنا لا أحب نفسي أو شي شذي ليش قال أنا موزين أنا إنسان أنا واحد موزين أنا ولد موزين تقول لي ليش شذي ولدي قال لها لأن أختي أنت يرافع المعايير مالة إن الشخص الزين من الشخص اللي موزين فأنت معايير دائما مبالغ فيها فالتصرفات العادية بالنسبة ولدي تعتبر تعتبر موزين فهو وصل مرحلة عنده تبرمج مخة إن إذا أنا ما وصلت إلى هذا المستوى بالتصرفات إذا ما وصلت إلى هذا المستوى بالأخلاق إذا ما وصلت إلى هذا المستوى في العلامات الدراسية إذن أنا إنسان سيء أنت معايير إنا يا أبيض يا أسود ما في عندك حلول وسطية إذا إذا العيال ما لبسوا عدل إذا العيال ما تكلموا عدل إذا العيال ما عبر مرة يأتني العيادة معاها ولدها ييت بسلم على ولدها صغير هذا لا أول ثاني يمكن بسلم عليه صغير يعني فأنا قاعد أقول لها قوة بسلم كذي وخره وورا أمه مثل اللي نخش لقيت أمه تنهرة بطريقة أنا خفت سلم عاد لا لا قلت لها ضحكت قلت لها شيك اهدي أنا عارف شو أسلم عليه وبالفعل نزلت لها عنده أطفال شذي لازم نزلت لها عنده وقعدت يسولف معاه ووضحك وهذا وسلم ولد متكهرب أمدودة طريقة كلامها معاه جدامي بس هذي عينة من السلوك تبين لي شنو التصرفاتها داخلي هذي جدامي شذي شلون في البيت قاعد تسويين انت مع عيالك من هو اللي قاعد يشوف هذه التصرفات؟ الأب عياله حشاشة يوفر وقاعد يشوف بعينه المربية اللي المفروض تعتبر مربية فاضلة قاعد يشوف هشلون تعامل مع عيالها وقاعد يحاول يلدته يعجن في طريقة التعامل مع العيال عواقب هذا التعامل مع العيال عواقب تصرفات تشمع على نفسيتهم وعلى شخصياتهم وهي لا حياته لمن تنادي لأنه راحه والله بيت أمي وانكدت البرد عليه وهو ما نظف وما قاعدت بنتي بهالطريقة وخربت بدلتها اللي أنا شاريت لها إياها الكشخة وخربت مكياجها لازم يطلعون بأحسن صورة علشان يقولون والله برافو عليك أنت خوش أم فالريال لما يشوف هذه الطريقة مع زوجته يشوف أن زوجته تعامل الأطفال بهذه الطريقة يعني ما لنفس أن يسالف معاك صراحة يعني آسف ترى يعني معلومة الغلط فيك مو فيه هو وبعدين أنت شخصية هستيرية كل تعبيرك مبالغ فيه أنت ما تعطيني وي وتلقينا أمس ما تعطيك وي أنت ما تسالف معاك وتلقينا إذا بيسالف معاش تحولين الموضوع إلى جدال وليش أنت ما يعني ياتني واحدة مرة هستيرية عندها خلاف مع زوجها فمن ضمن الشيء يعني بس شي مثال من ضمن الشيء اللي مضايقها بزوجها أنه وهو كان معاها في الجلسة يعني جلسة علاج أسري فقاعد يقول لي أنا والله راضيتها وقاعد يلوم نفسه يعني الريال قاعد يلوم نفسه قلت له شنو صار كان صاير عيد ميلادها فبعيد ميلادها راح هي كانت ببيت أهلها فراح هي بيراضيها من باب يعني تلطيف الجو أخذ معا علبة كاكاو ودق عليها قال لها حبيبتي نزلي أنا برا عند الباب تعالي بشوفك والهان عليك انزلت ركبت معا السيارة عطاها الكاكاو وقال لها كل عام أنت بخير مشوا بالسيارة بعد يمكن خمس دقائق مسك إيدها زوجته السيارة أحط إيدها على إيدها شنو اللي مزعلها يعني حسافة اللي مزعلها إن ليش ما مسك إيدي أول ما ركبت السيارة ليش نطر خمس دقائق لا مو شدي تكفون أرجوكم لا هذا موضوع يعني ما ألوم الزوج إذا كانت زوجته فهذه العقلية ما ألومه أنا إذا كان ما يسولف معاك يعني في مليون سبب مليار سبب أنه ما مسك إيدك بنفس اللحظة إلا بعد مرور خمس دقائق فأرجوكم أرجوكم ننتبه على تصرفاتنا إحنا ما نلقي اللوم على الآخر لازم نراجع أنفسنا في تصرفاتنا ليش زوجي مو قاعد يسولف معاي شنو الخلل اللي فيني اللي خلي زوجي ما يتكلم معاي يمكن لما تقولين حق زوجك قولي شنو فيني هو يخاف يقول لك لأنه عارف شخصيتك لو قال لك راح تهبين ببيها ما راح تقبلين النقد وتقولين حاضر أنا راح أغير هذي التصرفات وكذلك الزوج لما تقول لك الزوجة ملاحظات الأصل أنه كل ثلاث تشهر كل ست تشهر الأزواج يقعدون مع بعض شو تشوفين علي حبيبتي وانت شو تشوف علي حبيبي في بعض الأشياء مضايقتك مني وانا في أشياء لما يقول الملاحظات ما لداع أنت التهوشين وتقولين شلون وثبتلي وورني خلاصه هو شاف هذي الملاحظات أنت اللي عليك أن تتراجعين نفسك ترجمة نانسي قنقر